يوح صلى الله إليك لماذا غلطت الطهارة من بول الطفلة الأنثى ولم تغلط الطهارة من بول الطفل الذكر إنما غلطت بارك الله فيك لأجل السنة بس ما عندنا إلا السنة تتبع السنة على عيوة الرأس الله يحييك ما تتبع السنة فأنت خارج عن إطار أهل السنة ما نجي نتفلسف ونقول لأجل كذا أنت بين لنا شيء العلماء قديما تكلموا بكلام طويل ما له أصل احتمالات لو اكتشف الطب بالحديث شيء بس يا بوي لو تروحوني شوي إيه حبيبي لو اكتشف الطب بالحديث شيء دقيق صحيح ممكن أن يكون هذا إعجاز تشريعي أما العلماء قديما تكلموا بأشياء وذكروا علا ليس هذا موضع الكلام عليها ذكرها الشافع وذكرها بن ماجة في كتاب السنن ونقلها أبو الحسن أيضا في تعليقه على السنن وذكرها الفقهة من أصحابنا وغيرهم لكن نحن نقول السنة فحسب كل العلة التي ذكرت ليس لها وجه صحيح إنما هي احتمالات